رغم موته تشريعياً وبقائه على قيد الانتخاب بفتاوى رئيسه نبيه بره فشل إذن مجلس نواب لبناني وللمرة الثالثة في انتخاب رئيس الجمهورية خلفاً للرئيس ميشيل عون والذي دخلت ولايته نفق العشرات أيام الأخيرة لتكون للورق البيضاء في هذه الجولة كلمة الفصل الأمر الذي دفع ببره لتحديد جلسة انتخاب رابعة يوم الاثنين في الرابع والعشرين من تشرين الأول الشهر الجاري 2022 بعد أن حدد بره مواصفات الرئيس المنشود بأن يكون موحداً للمكونات اللبنانية من خلال الحفاظ على اتفاق الطائف الذي يعد دستوراً للبنان وقال لصحيفة الشرق الأوسط إن الأفق مسدود في وجه انتخاب رئيس الجمهورية المرشح ميشيل معواض اعتبر أن الترشيح الوحيد الجدي هو ترشيحه ورغم كل ما يشاء عن أن اسمه هو للحرق فهو مرشح ويحاول لبنانة الاستحقاق تعثر انتخاب الرئيس أو تعثر انتخاب الرئيس يتلقى مع تعثر التشكيل الحكومي رغم الأجواء التفاؤلية التي سادت سماء التشاور في الأيام الأخيرة للوصول إلى صيغة حكومية إلا أن الواقع يثبت غير ذلك فرئيس الحكومة نجيب ميقاطي والذي يبدو مرنا ومنفتحا على خيار تعديلا وزاريا بسيط بوزرين أو ثلاثة إلا أنه يتفق والرئيس بره على عدم منح رئيس الجمهورية ميشيل عون أي انتصار قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته ولا يتم التنازل له عن حصة حكومية يكون من خلالها قادرا على التحكم بمسار الحكومة وكل ما له علاقة بإدارة الدولة في مرحلة ما بعد انتهاء ولايته معتبرين أن تيار الوطنية الحر ورئيسه جبران بسيل يهدفون إلى الإمساك بكم كبير من الأوراق التي تمكنهم من التعطيل لاحقا أو التفاوض على ملفات أخرى تبدأ بالانتخابات الرئاسية ولا تنتهي بالتعيينات في الجانب الآخر يقف حزب الله والذي يحاول جاهدا الدفع بتشكيل الحكومة تفاديا لصراع دستوريا قابل لأي ترجمة بصراع في الشارع بعد دخول لبنان في الفراغ الرئاسي والحاجة لغطاء شرعيا ودستوريا يستند إليه ويكون ممثلا فيه بمواجهة أي تطورات مرتبطة بالخارج شكرا للمشاهدة